بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 1 تعالوا نكمل كلامنا سواء عن الانيرجي ترانسفورميشن ونعرف عن أبليكيشن موجودة في حياتنا وبنستخدمها ليها علاقة بالحدودة دي بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروف والبيج وكمان التليجرام يلا نكمل كلامنا في يونت 2 لسونت 2 كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن الحدودة دي شوفنا ترانسفورميشن حصل يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني الفورم وفينارجي حصل لتشينج شوفنا الكلام دا مرة في السامبل الالكترك سل اللي قولنا زي البتري بتاعة الرموت او اللعبة اللي بنلعب بيها وهي فيها كيميكال انرجي وبتدينا الالكترك انرجي وقلنا حناخدها بالتفصيل المرة الجاية وتكلمنا كمان عن الالكترك لام وإن هي بيحصل فيها change من electric energy لlight and heat وحكينا بقى الحوادث الكتير اللي حصلت جوة الكور حبة من الانجين اللي داني chemical energy أو خد chemical energy من الفول والداني بيها thermal energy أو heat energy وبعدين رجع كمل وخد thermal energy والداني mechanical energy ودخلنا كمان على الدينام اللي خد mechanical energy والداني electric energy اللي استخدمناها في اللامب عشان تدينا light وفي الراديو عشان تدينا sound وفي الair conditioner عشان تدينا heat النهاردة بقى هناخد شكل simple electric cell بالتفصيل احنا خلاص عرفنا electric cell دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها convert أو change للكيميكا الانرجي الالكتريك انرج هي simple cell دي لو انا عايز اعمل واحدة كده في البيت اقدر اعملها انا اقدر نعملها sample cell دي عبارة عن glass container يعني ايه glass container؟ glass يعني glass عارفينه ده وcontainer يعني زي كباية او طبق اي glass كده container بس يبقى ايه غويت شويه الglass container ده هحط فيه حاجة اسمها dilute sulfuric acid اسمها ايه؟ اسمها dilute sulfuric acid acid يعني ده acidic solution اوه ووجد كلمة acidic solution دي قبل كده جات لنا في ايه؟ برافو عليكم جات لنا في ال good conductor of electricity طب تمام خليكم ماشيين بقى معايا كده يبقى انا عندي glass container وحطيت فيه dilute sulfuric acid اللي هو اسمه H2SO4 تمام اوي طيب وحطيت فيه كمان two plate plate يعني ايه؟ plate يعني زي عمود صغنون كده plate plate واحد معمول من الكابر واحد معمول من الزينك يبقى انا عندي two plate محطوتين جوه الضيليوت sulfuric acid دول بشرط ان اللي هو الاثنين دول يبقوا different واحد كابر واحد زينك الكابر ده شغال كأنه positive ball والزينك ده شغال كأنه negative ball المنظر اللي انا عملته ده لو وصلت wire ما بين الاثنين دول والwire ده واق واصل للام بحلقة اللام بدي نورت وده معناه اني فيه الكتريست مشيت من البول ده للبول ده طب مشيت منين لمنين اي الكتريستي في الدنيا بتمشي من البوزطيب للنجاتيب يبقى هي مشيت من البوزطيب اللي هو كابر للنجاتيب اللي هو زينك يا ميس انا بنسا وحط لخبط انا مش حفتكر من البوزطيب ومن النجاتيب تعالا نقول يا سيدي حدوت الكابر ده عنده اتنين بي فيبقى اكيد هو البوزطيب لشان البيهات مع بعضيها بقى ادي الكابر ودي البوزطيب والنجاتيب ده عنده حرف الان بيحب قوي الزينك عشان عنده حرف الان برده يبقى الالكتريك كارنط بوس من البوزطيب اللي هو الكابر للنجاتيب اللي هو الزينك يبقى تاني لما يجي اسألك او بيجي في الكويسترون يسألك عن الايديا أوفوركينج يبقى هو بيقولك الابجيكت ده الاباريتس ده الطول دي كونفيرت انهي انرجي لانهي انرجي هي جواها كده حاجات متخزنة انا السلفوريك اسد ده لوحده مش حيديني الكتريستي تو بلايتس دول لوحدهم مش حيدوني الكتريستي امتدوني الكتريستي لما عملنا الرياكشن الحادوثة دي كلها على بعض يبقى دي كيميكال انرجي ادتني ايه مش اللام بنورت يبقى ادتني الكتريك انرجي طيب تمي طب لما يجي اسألني بقى كونستركشن بتاعه يعني السيمبل سيل دي كونسسته في كونسست من جلاس كونتينر كونتين ضيليوت سلفوريك اسد وثو ديفرنت بليت واحد اسمه كابر وده البوزطل واحد اسمه زينك وده النيجاتي كده حدوثة السيمبل سيل او الالكتريك سيمبل سيل خلصت مش محتاجة منها حاجة تانية تمام حلوة قوي عايز حد بقى يطلع لي كده ويسألني يا ميس اش معنى سلفوريك اسد اش معنى سلفوريك اسد سؤال غريب قوي عشان السلفوريك اسد ده جود كوندكتورو في الكتوريست يعني حيعرف يوصل لي شوية الالكتوريستي اللي حتطلع فيوصلهم لللامب فاللامب تنور طب سؤال تاني هو انا لو حطيت اتنين كابر هنا او حتى اتنين زينك بليت يعني اللي اتنين بليت زي بعض اللي اتنين كابر او اللي اتنين زينك فيه الكتوريستي حتطلع اقولك لا مفيش الكتوريستي حتطلع ليه يا ميس قلني كده لو غلط وانت بتحط البتري في اللعبة بتاعتك حطيتها بالعكس يعني لو هو كاتب لك مثلا ان الناحية دي تحط البوزيتب وقمت انت حطيت الناجاتب والناحية دي حط الناجاتب وقمت انت حطيت البوزيتب لو عملك الرسمة دي لو انت قلبت البتري كده البتري هتشتغل؟ الجهاز هيشتغل؟ الرمود هيشتغل؟ لا مش حيط ليه؟ علشان شرط علشان البتري تشتغل علشان الالكتوريك سيل دي تديك الكتوريستي لازم يبقوا التو بليت دول ديفرونت عن بعض لازم يبقوا التو بليت واحد منهم كابر والتاني زينك ما ينفعش لو اللي اتنين كابر وما ينفعش لو اللي اتنين زينك السؤال ده مهم قوي بيجي لنا في الجيف ريجو تعالوا نشوف الجيف ريجون اللي ريجيتد بالجزء ده اول الجيف ريجون عندنا لسه بيسقلني على السؤال اللي احنا بنحكي عليه ده لو انا حطيت تو كابر بليت فضة ايليوت سلفوريك قاسد ده ماقدرش اعمل سيمبل الالكتوريكسيل ليه؟ علشان السيمبل الالكتوريكسيل دي مست هاف تو بليت دول بس لازم يبقوا ديفرونت واحد كابر والتاني زينك طيب اي اميس؟ هو أنا لو أنا عايزة أعمل الأكسبرمنت دي في البيت ينفع أعملها؟ أوه هنجيب الليمون نجيب الليمونة كده ونحط فيهم التوبليتس دول ممكن نخليهم آآ تو نيلز مسلا مصمرين وبعدين أوصلهم بلنبس وغيرها بتاعة اللعبة طب يا ميس ما عنديش لمون ينفع أجيب بطاطس إيه ده إحنا هنهرج بقى أوه طبعا ننفع نجيب بوتين مهو الليمون في Acidic Solution والبوتاتو فيها Salty Solution إحنا لو افتبرنا Unit 1 كنا بنقول إن الـ Good Conductor of Equity Solution Acidic Solution وشجري Acidic Solution وSalty Solution يعني حطيت الليمون يبقى أنا حطيت Acidic Solution حطيت البوتاتو يبقى أنا حطيت Salty Solution اللي اتنين ينفع يعني الأكسبيرمنت دي ممكن أحطه بوتيتو بدل الليمون في الموضل بتاع السامبل سيل في الحالتين حلاقي الكمباس عمل الديفليكت إيه بقى حكاية الكمباس اللي عمل الديفليكت دي طيب فرضنا إن أنا ما عنديش لمبة صغيرة أحطها جنب الليمون أو جوة السلك بتاع الليمون اللي أنا عملته ده علشان أشوف الإلكتريستي موجودة ولا لا أجيب إيه نجيب كومباس عارفين الكمباس الصغيرة دي اللي هي بتعرفني شكل الإيرد القبلة أو بتعرفني مكان القبلة فين بتبقى شبه الساعة كده صغيرة وكل مرة لما بحركها بتاخد ديركشن معين الكمباس دي لو حطناها جنب أي إلكتريكواير جنب أي سلك فيه إلكتريستي الكمباس دي تحس إن هي بتتجنن كده مش عارفة تروح فين بتفضل تلف 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 يحصلها ديفليكت وهنا بقى لو حطيت البوتيتو أو حطيت الليمون النادل بتاعت الكمباس حديحصلها ديفليكت يبقى ده معناه إيه؟ معناها إن البوتيتو فيها السلطي سيليوشن زيها بالزبط زي الليمون اللي فيها الأسيديك سيليوشن كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده يوصلنا النقطة مهمة جدا 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 إني ما ينفعش أقول أصلا كان عندي إنرجي وراحت أو أصلا ما كانش عندي إنرجي وخلقت إنرجي لا الإنرجي اللي موجودة حوالينا إحنا كل اللي نقدر نعمله إن إحنا نغير شكلها يعني تبقى إلكتريك تديني كيميكال تبقى كيميكال تديني إلكتريك تبقى ميكانيكال تديني تبقى هيت تديني وكده لكن ما فيش حاجة اسمها أنا حاجيب إنرجي من ما فيش اللو اللي بيقول كده اسمه يعني إيه؟ يعني اللو اللي بيقول إن إنرجي دي مفيش حاجة اسمها أصلا خلقت إنرجي أصلا صنعت إنرجي لا يا حبيبي انت كل اللي عملته إن انت خليت شكل الإنرجي بدل ما كانت ميكاليكال بقت إلكتريستي بدل ما كانت إلكتريستي بقت لايت بدل ما كانت إلكتريستي بقت ساوند لكن انت ما عملتش إينرج بدل ما كانت كيميكال إينرجي في السيمبل سل دي بدل ما كانت كيميكال خلتها إلكتريك لكن ما عملتش إينرجي من ما فيش الإنرجي ما ينفعش أعمل لها كرييتد ولا ديشترويد كمان يعني مفيش حاجة اسمها اصل انا هخلي الانرجي تخلص فيش حاجة اسمها كده تتخلي الانرجي دي تتحول لشكل تاني لكن تخلص لا مش بتخلص كل اللي قدر اعمله في الانرجي ان انا بعمل لها convert from one form to alone انا بغير الفورم بتاعه لكن الانرجي هتفضل موجود اللو ده مهم جدا حتى في حياتنا ان انا بقى عارفة ان الانرجي is neither created nor destroyed اما اللي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها convert from one form to another بإذن الله المرة الجاية نكمل كلامنا عن الـ effect الكويسة والنجاتف كمان للتكنولوجيكال أبليكيشن اللي حوالينا دي ذكروا كويس واتمنلكم كل التوفيق